بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد دي قطعة سنوية عامة الفين تلاتة وعشرين دور اول الفين تلاتة وعشرين القطعة اللي بتتكلم عن مرض الرب اللي هو بالانجليش معناه ازمة بيقول لي الرب له تاريخ طويل من التطور قبل ان يتم تعريفه بشكل قاطع the earliest mention of respiratory distress and weasen was found in 2600 bc in china تم العثور على اقدم ذكر لضيق التنفس والصفير عام 2600 قبل الميلاد في الصين تم علاجه بالاعشاب حتى خمسينيات القرن العشرين عندما تم اختراع بعض الاقراس وحكم الادرينالين يعني عايز يقول كان بيتم العلاج بالاعشاب لحد ما وجدوا له علاج بالاقراس والادرينالين ركا بيقول لي هنا ازمة is an inflammatory disease of the airways of the lungs يعني بيقول لي هنا ان الرب مرض التهابي يصيب مجرى الهواء في الرئتين it is it is characterized by variable and recurrent symptoms يعني ايه الكلام ده بيقول لي ان هو ايه يتميز باعراض متغيرة ومتكرر. reversible air flow obstruction with normal temperatures. يعني انسداد تدفق الهواء القبل العكس مع درجات حرارة طبيعية. it is one of the most common diseases of children. انه احد اكثر الامراض شيوعا عند الاطفال. but adults لما الكبار يعني can have asthma too. يعني يمكن للبالغين الاصابة بالربو ايضا. asthma causes breathing breathlessness chest tightness and coughing at night or early in the morning. يسبب الربو الصفير وضيق التنفس وضيق الصدر والسعال في الليل او في الصباح البكر. genetic genetic environmental and occupational factors are main causes for asthma. العوامل الوراثية والبيئية والمهنية هي الاسباب الرئيسية للربو. if you have asthma you will suffer from it all the time. يعني اذا لو انت عندك يعني اذا كنت تعاني من الربو فسوف تعاني منه طوال الوقت. you will have asthma attacks only when something bothers your lungs. ستصاب بنوبات الربو فقط عندما يزعج شيء ما رئتيك. the attack happens in your body's airways. تحدث النوبة في مجرى الهواء في جسمك. which are the paths that carry air to your lungs. وهي المسارات التي تحمل الهواء الى رئتيك. as the air moves through your lungs. يعني مع تحرك الهواء عبر رئتيك. the airways become smaller. يصبح مجرى الهواء اصغر. تضيق يعني. يضيق مجرى الهواء. during an asthma attack less air gets in and out of your lungs. يعني اثناء نوبة الربو يدخل الهواء ويخرج من رئتيك. يدخل ويخرج يعني من الرئتين اقل من المعتاد. people. فكرة اللي جاية ايه. people what we call asthma triggers. او ما نسميه محفزات الربو. they are different from someone to another. وتختلف من شخص لاخر. but there are some common ones as tobacco smoke dust miles I would draw air pollution bits mold smoke from burning wood or gases or grass. يعني ايه الكلام ده كده عشان ما نتلغبطش. هو هنا بيقول ان ان هي بتختلف بقى من شخص الاخر بعد كده قال يوجد some common ones اه. اه. وهناك يعني بعض الاشياء الشائعة. مثل اه توباك وسموك اللي هو دخان التبغ. اللي هو السجاير يعني. داست مايلز. اللي هو داست مايتز. اللي هو عس الغبار. او دور اير بولوشن. تلوث الهواء الخارجي. الحيوانات الاليفة. مولد. العفن. دخان حرق الخشب. او الجراس او العشب. اللي هو الزرع يعني. والالتهابات مثل الانفلونزا. ازمة كان. يعني يمكن ان يتم علاجة يعني الازمة باستنشاك بعض الادوية. او اخذ بعض الاقراص. تبقى لنصيحة الطبيب. او رشدة الطبيب. بعد كده بيقول لي اه 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 يمكن ان يكون تأثير هتين الطريقتين من العلاج. معنى العلاج. يعني اما اما. يعني اما التحكم السريع لتخفيف اعراض النوبة. نوبة الربو يعني. اه اه اعراض افن ازمة اتاك. يبقى التخفيف من اعراض نوبة الازم. الازمة. نوبة الرب. او التحكم اه اه طويل المدى. لون كنترول يعني تحكم طويل الامد. اه اه لتقليل النوبات وتخفيفها. طبعا زي ما انتم شايفين القطعة مليانة كلمات صعبة. اه بصوا. اه. ازمة. ازمة اللي هو الرب. التطور. اه كاتيجوريكلي يعني بشكل قاطع. اه اللي هو مجرى الهواء في الرئتين. يعني اه يتميز يعني كلمة متغير. اعراض متكررة. انسداد تدفق الهواء القبل للعكس. اللي هي المهنية. اه ازمة اللي هي محفزات. اللي فيه يزعج. بعد كده تحت اهو ازمة آآ محفزات الرب. اللي هو عث الغبار. العفن. العلاج. التحكم السريع لتخفيف. اللي هي طبعا ده اللي هي الاعراض. يعني ده ازمة اتاك. اعراض آآ نوبة الرب. بعد كده اخر كلمة اللي هي يعني التخفيف. آآ يعني يخفف منها ويقلل منها يعني. زي ما انتم شايفين كده الترجمة بالكامل وهتلاقوه في صندوق الوصف ان شاء الله. بصوا كده بقى معايا دي القطعة الاصلية. برضو هتلاقوه في صندوق الوصف. اهي. المفترض طبعا زي ما قلتلكم تحلوا من غير ما تشوفوا النموذج الاجابة او الترجمة. اهي القطعة هي كاملة هي. طبعا احنا ترجمناها بالكامل اهي. نخش بقى على الاسئلة اللي عليكم. بقول لي كلمة يعني التبقى للكطعة. للكطعة اللي احنا قرناها. ازمة اللي هو الربو ده مرض ايه? مرض ايه? يعني بيسيب الدم? ولا كرونيك? كرونيك قلنا? مزمن. مزمن يعني خلاص لما بيمسك الجسم ما بيخرجش منه. مرض مزمن يعني ملوش علاج. اه مرض عارض. كلمة يعني بيسيب القلب. طبعا هي هي تبقى مرض مزمن. مرض مزمن. كرونيك يعني مزمن. السؤال اللي وراء بيقول لي. اي من الجمل القاتية? كان يمكن ان تلخص الفقرة الاولى. الفقرة الاولى. ونفتكر بقى الفقرة الاولى كانت بتقول ايه? او نطلع كده فوق ونفتكر. واحنا قلنا ازاي بنلخص? بنلخص بترجم اللي مكتوب يعني الفقرة دي اقراها كني بنقراها بالعرب. وافتكر بقى الكلام ده كل واخد جملة بتلخص لكل اللي انا قلته ده. يبقى احنا هنقراك ان ابن راب العرب هو. الرب له تاريخ طويل له تاريخ طويل من التطور قبل ان يتم تعريفه بشكل قاطع. تم العثور على اقدم ذكر لضيق التنفس والصفير في عام الفين وستمية قبل الميلاد في الصين. تم علاجه او كان يعالج بالاعشاب حتى خمسين القرن العشرين القرن الماضي يعني عندما تم اختراع اه او حتى تم اختراع بعض الاقراس وحكم الادرينالين. يعني ده اللي ايه الكلام الملخص اه كني بنقراها بالعرب. طب ايه الجملة اللي بتلخص الكلام ده كله? بيقول لي هنا ان ازمة كلمة مرض قاتل المميت يعني. ده لا يمكن علاجه. لا الكلام ما كانش كده. الكلام ما كانش كده. ما تكلمش ان الربو مرض قاتل ده قال له طريق طويل من التطور قبل ان يتم تعرفه بشكل قاطع. وقال ان المرض ده اه كان يعالج بالاعشاب لحد ما وصلوا لعلاج بالاقراس وحكم الادرينالين. طيب. الجملة التانية بيقول لي ازمة هزا يعني لو تاريخ طويل لو تاريخ طويل في الشرق الاوسط. بعد كده بيقول لي عبر تاريخي الطويل ازمة يعني مرة بعلاجات مختلفة. فعلا ما ده الكلام بقى الصح لان هو قال ايه كان بيتعالج كان بيعالج بالاعشاب حتى خمسينيات القرن الماضي. حتى حتى تم اختراع بعض الاقراس وحكم الادرينالين. يبقى هو ده الكلام اللي ماشي مع ايه? مع الفقرة الاولى. انه ايه? يقول ايه يعني عبر تاريخ الطويل قربوا قربوا آآ مر بعلاجات ايه مختلفة. فعلا هو قال كان يعالج بالاعشاب ثم ايه اوجده له علاج بالاقراس وحكم الادرينالين. ايه دي ايه اللي اتلخص الكلام. السؤال اللي بعد كده بيقول لي تبكر للقطعة كان بي كوزيس كان بي كوزيس آآ المفروض اف كوزيس اف ازمة يعني ممكن تكون اسباب للربو اكسبت معادة. يعني بيقول لك كل الحاجات دي كلها بتسبب مرض الرابو معادة ايه? معادة ايه ما بيسببش مرض الرابو. هو هربس الاعشاب. هو ما ذكرش ان الاعشاب بتسبب مرض الرابو. قال لني داستي وزر التقس اللي فيه غبار. الغبار. تلوث الهواء. سموكينج الدخان. يبقى الحاجة الوحيدة اللي ما بتسببش آآ مرض الرابو. هي الايه هربس الاعشاب. يبقى ناخد طوار كلمة هربس. اللي هي الاولى. سؤال اللي بعد كده بقول لي الفكرة الرئيسية للقطعة هي ايه? الفكرة الرئيسية للقطعة هي ايه? علاجات جديدة يعني تم اكتشافها مؤخرا? يعني القطعة دي بتدور على كده ان تم اكتشاف علاجات آآ للربو مؤخرا? لا مش بالزبط. هو هنا بيقول ان ازمة مرض قديم له اعراض مختلفة واسباب مختلفة. دي اشمل جملة. يبقى نقوله بقى هي الايجابة الصحة تبقى اللي هي بتقول ايه بقى? ان آآ اللي بتاع ده الازمة الربو ده مرض قديم يعني باعراض واسباب مختلفة. اللي هي تبقى بي. هي الايجابة الصحة تبقى لتربيه. سؤال اللي بعد كده بيقول لي آآ ان ازمة ديزيز الازمة كمرض يمكن السيطرة عليه. طالما يعني طالما ان الناس كيبا وي بيبتعدوا عن او يتجنبوا كيبا وي يبتعدوا او يتجنبوا اه اه اعراضه اعراضه. الاعراض بتاعي. طالما بعد ابتعدوا عن قصد مسبباته. حاجات اللي بتتهيج يعني. قالوا بتصير المرض اللي هي تريجرز. اللي هي تريجرز. لان سمتمز ديزيزي kör اعراض يبتعدوا عن الاعراض? لأ الاعراض دي بتبقى تبقى نتيجة المرض وتريتمنتس العلاج يبتعدوا عن العلاج لا بيبتعدوا عن الايه مسببات الازمة او مهيجات الازمة اللي هي تريجرز تريجرز معناها مو سيرات الحاجات اللي بيتصير المرض يعني السؤال اللي بعد كده بيقول لي اه لوية ويني ايت بيقول لي ازناد كنسيدرد وان او ازمة لا يعتبر او لا يعد اه من اعراض الازمة حاجة مش من اعراض الازمة يعني الازمة هنا ففر السخونية يعني بتعمل سخنية بتسخن الجسم. هو قال 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 ان الازمة بتسبب كحة ويزنج صفير يعني الصدر بيصفر كده فاتيج تعب فاتيج يعني التعب بس ما قال هو قال ان درجة الحرارة تبقى طبيعية. درجة الحرارة بتكون ايه طبيعية يبقى لأ ما بتعملش سخنية مش بتسخن الجسرب. يبقى دي يبقى اللي جابها هتبقى آآ ان كل دي اعراض للازمة آآ قصدي لا تعتبر كلها دي اعراض معادة معادة اللي هي الفيفر اللي هنبيقول ايه از نوت ليست احنا قلنا لما تيجي از نوت قلوا مش مش او لا تعتبر آآ اعراض للازمة اللي هي ايه الفيفر السخنية اللي هي اول واحد السؤال اللي بعد كده بيقول لي فيبو للناس هوا سافر فروم ازمة الذين يعانون من الازمة يعني ممكن يحسوا بارتياح من اعراضها امتى بقى دوندل في الفجر يعني برضو لو نفتكر لو نفتكر الجزء اللي فوق لما قال قال لي هنا ايه ان الاعراض بتاعة المرض دي بتبقى في الليل يعني الصفير وديك التنفس وديك الصدر والكوحة والحاجات دي كلها بتحصل امتى في الليل او في الصباح الباكر ايه فهنا بيقول ايه بقى ان الاعراض بتخف امتى يعني بتخف خلي بالكم الكلام بتخف مش بتزيد يبقى احنا نبعد عن الوقتين دول نبعد عن وقت الليل ونبعد عن الصباح الباكر اللي هو الفجر يبقى لأ برضو لأ لان ده الصباح الباكر وده الفجر اللي تندل بدري وقات ميدنايت يعني في الليل في منتصف الليل برضو ايه دي بقى التلاتة لو انه ما ينفعوش لانه قال بتزيد انما قات ذا ميد دي المنتصف في النهار يا اللي جاء بس صح منتصف النهار يبقى الناس ممكن الاعراض تخف عندهم في منتصف النهار السؤال الاخير بيقول لي اه يعني الشخص اللي عنده ازمة يعني اه كلمة يعني ملوثة يعني عايز يقول الشخص المصاب بالازمة في البيئة الملوثة ليتجنب اعراضها يعني يعمل حاجة كده عشان يتجنب الاعراض بتاعتها لا يجب عليه ان يكون باعمال زهنية يعني بيشغل موخه فيها لا غلط ما يعملش رياضات عنيفة برضو غلط لازم يربي حيوانات اليفة في البيت يجب عليه ان هو يربي حيوانات اليفة في البيت عشان يتجنب اعراض الازمة طبعا يجب عليه ان هو يرتدي كمامة فطبعا الكمامة بتقلل ما بيخليه بتخليه ما يستنشك لا يستنشك الايه الهواء الملوث فيتجنب بكده الاعراض يبقى مصد وير يجب ان يرتدي افيس ماسك افيس ماسك